بهذه الصورة الجمالية يبدو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة مأرب حيث حرصت السلطة المحلية منذ وقت مبكر وعبر إطلاق حملات لتنظيف المدينة وأحيائها قير أن تلك الجهود والمحاولات تتلاشى مع الوقت والتساع المدينة وكثرة ساكنيها ما يجعل الفجوة تتسع بين جهود سنطوق النظافة والتحسين وخدماته وبينما تحتاجه مأرب عموما ومركز المحافظة على وجه الخصوص طبعا في ظل التوسع العمراني الموجود في مأرب نرى هناك جهود جيدة من قبل مكتب التحسين ونظافة بالمحافظة لكن كل هذه الجهود ربما لا تتناسب مع هذا التطور وهذا التسارع في عمليات الإنشاء والبناء هناك مثلا مخلفات البناء تكون موجودة أمام في الشوارع الرئيسية وهذا يسبب عاقة لحركة السير صعوبات وتحديات كبيرة تواجه مكتب النظافة والتحسين في مأرب وهو ما دفع السلطات هنا إلى رفض الصندوق بعدد من الآليات والمعدات في محاولة لسد الاحتياج الكبير للصندوق لكنها بدت غير كافية بالنظر إلى تزايد الاحتياجات وما تشهده المدينة من تكدس كميات كبيرة من المخلفات حقيقة نحن نحتاج إلى ما لا يقل عن 3000 عامل بحسب الكثفة السكانية الموجودة في المحافظة وإلى ما لا يقل عن 120 إلى 150 معدات النظافة وما هو موجود الآن لا يذكر إلى جانب الاحصاء التي ذكرتها لكم لا تتعدى عمالة الصندوق في المحافظة ككامل لا تتعدى 350 عامل وإداري وأيضا المعدات لا تتعدى للمعدات النظافة بالذات لا تتعدى الثمنة عشر معده وعدوا مكتب النظافة والتحسين أحد المكاتب التي عملت وبشكل متواصل منذ تعافة المدينة من الحرب على تقديم خدماته بإمكانيات بشرية ومادية محدودة لم تعد كافية ولا قادرة على ما تحتاجه المدينة اليوم عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على محاولة تحسين وجه المدينة ورصفها وتنظيف الكثير من الأحياء غير أن عجز المكتب عن سد الاحتياج داخل المدينة لا يزال قائما خليل الطويل قناة بلقيس مأرب